رسم التاء المفتوحة والتاء المربوطة عندما تأتي التاء في آخر الكلمة قد تكون تاء مفتوحة وترسمها كذا وقد تكون تاء مربوطة وترسمها كذا وما الفرق بين الاثنين؟ الفرق أن هذه التاء المفتوحة ننطقها دائما إذا وقفنا عليها أو وصلناها مثل أن أقول أكلت فإذا وقفت على آخر هذه الكلمة أقول أكلت وإذا وصلتها بما بعدها أقول أكلت التفاحة أنطق التاء في كلتا الحالتين أما التاء المربوطة فإذا وقفت عليها أنطقها هاء أما إذا وصلتها أنطقها تاء مثل كلمة مدرسة إذا وقفت على آخر هذه الكلمة أقول مدرسة أما إذا وصلتها بما بعدها فأقول المدرسة الابتدائية مثلا أنطق التاء عند الوصل ولكن ما هي المواضع التي تظهر فيها التاء مفتوحة؟ أول هذه المواضع هو أواخر الحروف مثل الحرف ثاني هذه المواضع هو أواخر الأفعال فقد تكون التاء تاء أصلية في آخر الفعل وقد تكون مع الأفعال الماضية أو المضارعة أو أفعال الأمر مثل ماذا؟ مثل الفعل باتة فهذه التاء من أصل الفعل لم نضفها إلى الفعل وما المضارع من باتة؟ يبيته أيضا تاء أصلية لم تضف إلى الفعل وفعل الأمر من باتة؟ بيت أيضا تاء أصلية إذن التاء الأصلية قد تأتي في الفعل الماضي أو المضارع أو الأمر قد تأتي التاء المفتوحة مع الأفعال الماضية فالفعل الماضي قد تلحق به تاء التأنيث كما هي الحال في الفعل أكلة فإذا ألحقت تاء التأنيث بالفعل أكلة أقول أكلت الفعل هنا هو أكلة فأضفت إليها تاء التأنيث والتي تأتي ساكنة أكلت والفعل الماضي أيضا قد تلحقه تاء الضمير فأقول أكلت أكلت التاء هذه تاء الضمير تعود إلي أنا إن الفرق بين التائين أن تاء التأنيث ساكنة أكلت وتاء الضمير متحركة أكلت وقد تأتي التاء مفتوحة في أواخر الأسماء أيضا في الأسماء قد تكون التاء أصلية مثل التاء في ثبات ومبات هذه تاء من أصل الكلمة وقد تأتي التاء في آخر الإسم الثلاثي ساكن الوسط مثل التاء في بيت أو وقت وقد تأتي في الجموع فتأتي في جمع المؤنث السالم مثل طالبات أو معلمات وأخيرا قد تأتي في جمع التكسير كأن تقوله أوقات أوقات جمع وقت قارن بينهما أضفنا الهمزة إذن هذا جمع تكسير وليس جمع مؤنث سالم جمع المؤنث السالم نضيف ألف وتاء فقط لكن لكي نجمع وقت أضفنا الهمزة والألف والتاء فأصبح جمع تكسير وليس جمع مؤنث سالم إذن هذه هي المواضع التي تأتي فيها التاء مفتوحة نبدأ بالأسهل في الحروف تأتي في بعض الحروف مثل ليتا في الأفعال قد تكون أصلية في الفعل الماضي أو المضارع أو الأمر واحفظ بات يبيت بيت أما في الماضي إذا أضفنا إلى الماضي تاء التأنيث أو الضمير أكلت أكلته تكون التاء مفتوحة أما في الأسماء فقد تكون أصلية أيضا مثل ثبات ومبات وقد تكون أصلية أيضا ولكن في الإسم الثلاثي ساكن الوسط مثل بيت ووقت قد تأتي مع الجموع جمع المؤنث السالم طالبات معلمات جمع التكسير مثل أوقات أما التاء المربوطة فتأتي في أواخر الأسماء فقط فقد تأتي مع الأسماء المفردة المؤنثة مثل فاطمة وخديجة وقد تأتي أيضا مع بعض الأعلام المذكرة مثل أسامة وحمزة قد تأتي في بعض الأسماء الأعجمية مثل أنقرة واسكندرية وأخيرا قد تأتي في جمع التكسير الذي مفرده لا ينتهي بتاء مفتوح مثل بناه أو دعا إذن التاء المربوطة تأتي في أواخر الأسماء فقط قد تكون هذه الأسماء أسماء مفردة مؤنثة كفاطمة وخديجة وقد تكون هذه الأسماء أعلاما مذكرة كأسامة وحمزة وقد تكون أسماء أعجمية كأنقرة واسكندرية وقد تكون جمعة تكسير كبنات ودعا